لست في الصومال أو في أي من بلدان القرن الإفريقي التي أصابها الجفاف إنك في بلاد الرافدين الرافدين، الاسم الذي ارتبط بوجود نهري دجلة والفرات كما أوردت كثير من اللغات القديمة وبينها السريانية التي سمت البلاد بيت نهرين وفي غيرها سميت البلد الذي يقع فيها أكثر من نهر وعلى ما يبدو أن الرافدين لن يتبقى منها سوى الاسم في ظل تواصل غور منسوب المياه وجفاف الكثير من نياه النهر لأسباب تغض الحكومة الحالية البصر عنها عن سبق إصرار وترصد وهاجرة العالم صارتها أربع احتشار لا أمر علينا مسؤول لا أمر علينا محافظة لا أمر علينا واحد بالدولة يعني شين شغلتهم؟ وإحنا بس التخبناهم صعدوا على ظهورنا هنا في محافظة ميسان يواصل أهل المجر الكبير وناحية العدل اعتصامهم منذ الأحد الماضي بسبب استمرار انقطاع جريان نهر دجلة في المحافظة هكذا أصبح نهر دجلة أو هذا ما تبقى من نهر كان شاهدا على حضارة بلاد الرافدين تلك التي توشك أن تصبح أثرا بعد عين واقع العراق واستنادا إلى متخصصين يقول إن الأزمة الضالبة في ميسان تقف وراءها جملة عوامل لعل أبرزها قطع إيران ثلاثة روافد لدجلة إضافة إلى التجاوزات علمية التي تتجاهلها الحكومة ولا تبادر إلى منعها فنطالب الحكومة المركزية ونطالب الجهات ذات العلاقة بأن يتخذوا كافة الإجراءات وكل الخطوات اللازمة بالتنسيق مع الجانب التركي بالتنسيق مع الجانب الإيراني بالنزول والمجيء إلى محافظة ميسان قضاء المجر الكبير وذلك بجانب كل الإمكانات لحفر النهر لوضع السدود والنواظم وما تخفي التصريحات تكشفه الصورة مخاوف تنتاب المواطنين من هجرة كبرى وتغيير ديمقرافي قد يحصل في أي لحظة إذا استمر توقف جرايان نهر دجلة وسط توقعات بحدوث خسائر كبيرة في صفوف الثروة الحيوانية والزراعية ستسبب هذا الوضع عندنا هجرة من هذه المنطقة من ناحية العدل هجرة الناس بكاملها لأن الحلال يموت والزرع مات والماء الشراب لا يكون إبكي مثل النساء على ملك لم تحافظ عليه مثل الرجال تلك عبارة خلت في تاريخنا والخشة أن تعاد صياغتها بوجع عراقي يجعل الجفاف حقيقة لا مفر منها حين يفوت الأوان في وقت تواصل فيه الحكومة إهمالها وإيران استغلالها واقع يقول إن دجلة قد يصبح يوما واديا غير ذي زرع فهل من مغيث للرافدين يا أهل الرافدين